ينضم معنا عضو مجلس النواب حسن أخلاطي مساء الخير أستاذ حسن وأهلا بك معنا البرلمان اليوم يحدد عدد الدوائر في كل محافظة وفق هذا التقسيم هل ستكون تخدم الأحزاب أم تخدم المطالب الشعبية خاصة أنه بعض النواب عدوه انقلابا من بعض الأحزاب وأيضا بداية لسيطرة الأحزاب الكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحيتي لكم وإلى مشاهدي قناة الرشيد الواقع هو القانون كما نؤكد سابقا قانون الانتخابات مصوت عليه بالكامل وبالمجمل واللي احنا الآن بصدد منذ أكثر من شهر الجدول الدوائر الانتخابية قبل الدخول إلى جلسة اليوم كان هناك اتفاق أو شبه اتفاق يعني أستطيع القول توافق نسبي بنسبة كبيرة جدا على أن يتم اعتماد مبدأ مبدأ ومعيار يتم التصوت عليه بالجلسة حتى تستطيع اللجنة القانونية المكلفة برسم الدوائر عندما أقول لرسم الدوائر أقصد أنه كل دائرة انتخابية في أي محافظة يتم تحديد معالمها تبدأ من المنطقة الفلانية وتنتهي بالمنطقة الفلانية وتم الاتفاق مبدئا على أنه ما هي عدد الدوائر اللي انحدثه في كل محافظة وأي معيار نعتمده طبعا كثر الكلام في قضية المعايير وهل نتبع الموقع الجغرافي فقط هل نعتمد المعيار السكاني فقط هل نعتمد مزيج من المعيار السكاني والجغرافي هل يؤخذ بنظر الاعتبار التنوع الموجود لكن ما تم الخلاصة إليه هو أن نعتمد مبدأ جديد المبدأ هو عدد النساء في تلك المحافظة أقصد بعدد المقاعد النسوية في تلك المحافظة يعني لو أن محافظة عدد مقاعدها 20 مقعد وبحسب الدستور باعتبار أنه 25% نساء يكون عدد النساء في هذه المحافظة هو 5 مقاعد نسائية إذن تقسم هذه المحافظة التي بها 20 مقعد نيابي إلى 5 دوائر انتخابية في كل دائر انتخابية 4 مقاعد سيفوز بهذه الأربع مقاعد 3 رجال ومقعد لإمرأة واحدة بهذا نكون قد اختصرنا على المفوضية واختصرنا على المفوضية أيضا قضية الحاجة إلى وضع تفسيرات قانونية أو اللجوء إلى المحكمة أو اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى استشارة قانونية في قضية حساب المقعد على أساس كوتا النساء ستكون كوتا النساء محلولة في الأصل في أصل التنافس الانتخابي وطبعا وياها مع هذا المقترح أنه لا تقل الدار الانتخابي الواحدة عن 3 مقاعد ولا تزيد عن 5 مقاعد وإذا كانت دار الانتخابي الواحدة 3 مقاعد فسيكون أحد هذه المقاعد للنساء هذا اليوم المبدأ الذي تم التسويت على الجزء الأول منه يعني على اعتبار أنه يعني اعتماد مبدأ ومعيار عدد النساء أو عدد مقاعد النساء في كل محافظة تقسم المحافظة بحسب هذا العدد إلى دوائر انتخابية طبعا عندما نتحدث بهذا الموضوع هذا شنو ينطينا ينطينا مبدأ أولا يحققنا الشراط التالية يحققنا المتبنيات اللي على أساسه كانت هناك مطالبات يحقق علما أستاذ حسن يحقق علما يحقق للأحزاب لو يحقق للمطالب المتظاهرين يعني لو كنا نريد يعني لماذا هناك اعتراضات على القانون الانتخابي في الأصل اعتراضات على القانون الانتخابي أن هذا القانون يخدم الأحزاب هذا اللي صار لذلك تم وضع قانون جديد ولا لماذا يعني ليش جئنا نغير يعني هذا القانون جاء بوفق متطلبات المتظاهرين تماما بدون أي تغيير اسمحي لي اسمحي لي احنا ما نقول فقط متظاهرين نقول مطالب الشعب مطالب الشعب لا يمكن يختزال هم المتظاهرين نفسهم الشعب اللي احنا نقوله أنه هناك مطالبات بإعادة قانون الانتخابات بالشكل اللي يخدم المجتمع بشكل عام متظاهرين أوصوا صوتهم منظمات مجتمع مدني أوصلت رؤيتها خبراء في قوانين الانتخابات أوصلوا أفكارهم جهات أوصلت رؤيتها المهم أنه عندنا قانون جديد لا نسير وفق القانون القديم إذا رجعنا إذا كان المطلب أنه إذا نريد قانون مثلا على تعبيركم يخدم الأحزاب مثلا أو مو تعبيركم هذا تعبير البعض أنه يخدم هذا القانون يخدم الأحزاب مثلا مو بسهولة نرجع للدائرة الواحدة وهو قانون يخدم الأحزاب بمختلف مستوياته لأنه أي حزب سياسي أو أي كيان سياسي عنده جماهير بكل محطة عنده جمهور ولما أقول عنده جماهير نفرض أنه هذا الحزب المعين عنده جمهور ما يجيب لربع مقعد في هذه الدائرة وما يجيب لربع مقعد في الدائرة الأخرى وما يجيب واحد على عشرة من مقعد في الدائرة الثالثة إذا قسمناها بهذا الشكل هذا الكيان السياسي هذا الحزب ما راح يحصل ولا مقعد وفق للتقسيم الجديد ليش؟ لأنه هو عنده جمهوره ليس من منطقة وحدة وهذا الحزب طبيعته منتشرة منتشرة في كل أنحاء المحافظة ما متركزه بمكان واحد أما اليوم التقسيم الجديد ما لا علاقة بالحزب إلى علاقة بمن؟ بالمناطقية إلى علاقة بالمنطقة هو تقسيم مناطقي عندما نقول أنه تقسم أيضا هناك مشكلة المحافظة لدوائر بحسب مناطقها نعم ماذا عن ديالا وأيضا كاركوك؟ أيضا هناك مشكلة برايك أنه هل ستبرز مشكلة في الانتخابات بموضوع ديالا وكاركوك؟ كيف سيعالج الأمر؟ هل يعالج بما يرضى الأطراف؟ لا طبعا هو لحدنا كاركوك وديالا وصلاح الدين هناك أيضا بها مشاكل بها مشاكل قصدي مو مشاكل داخلية لا بها مشاكل في قضية الدوار وفي قضية الدوار الانتخابية ووضحها ما محسوم لحد هذه اللحظة لذلك هو يعني اللجنة القانونية من البارحة كان عندهم رؤية أنه يعني هم أكملوا باقي المحافظات تقريبا ما عدا وجود خلافات بشأن هذه المحافظات اللي عددناها لكن سبق أن صوت مجلس النواب على مبدأ أنه المعيار هو واحد في جميع المحافظات ما نعطي لمحافظة خصوصية طبعا نحن نؤمن تماما بأنه كاركوك مثلا إلى وضع خاص كاركوك بالذات وضعها يختلف عن المحافظات الأخرى وقد يكون هذا الوضع موجود بنسبة معينة بنسبة معينة في محافظات أخرى مشابهة مثلا ديالة الموصل توجد حالات يعني مقاربة أو مشابهة لما عليه الوضع في كاركوك لكن مجلس النواب صوت على أنه لا يمكن أن نعدد المساطر لا هي مصطرة واحدة باعتبار أنه اليوم جاي يصوت على أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب يمثل كل العراق ما يمثل محافظة واحدة إذن فليكن المعيار واحد لكن تؤخذ بنظر الاعتبار بعض الخصوصيات لبعض المحافظات ومنها محافظة كاركوك طيب أستاذ حاسن بالانتقال إلى الأزمة المالية يبدو أنه لا حلول فيها وما يجري الآن إجراءات فقط ترقيعية من قبل الحكومة ما موقف البرلمان كان المفروض أنه هناك استضافة لوزير المالية أو استجواب الحقيقة ليست ترقيعية وإنما إصطرارية لأنه اليوم أو ليس اليوم فقط هو منذ أعوام موازنة العراق تعتمد بشكل كبير على الإرادات النفطية يعني ما يأتي من بيع النفط وهذا يمثل 90% من موازنة العراق لا يوجد مصدر آخر سوى المصادر التي تتمثل بين منافذ الحدودية والضرائب والسياحة الدينية وما إلى ذلك لا تجعل حركة اقتصادية ناشطة تحقق إرادات مالية عالية ولا يوجد استثمار كبير وفرص استثمارية كبيرة تحقق قفزات اقتصادية عالية إذن باقي الوضع هو ولا توجد زراعة كبيرة توجد زراعة ربما الحمد لله نجحت في تحقيق الاكتفاءة الذاتي في بعض المحاصل الزراعية لكن لم نصل إلى مرحلة التصدير إذن إحنا الآن أمامنا النفط والنفط انهارت أسعار النفط يعني انهيار الأسعار منذ أكثر من سنة تقريبا مع الجائحة وحتى قبل الجائحة بقليل كان هناك انهيار واضح كان هناك يعني قلة أو يعني انخفاض في أسعار النفط الآن الوضع فيه شبه انهيار عندما يكون سعر برميل أكثر من الأربعين بقليل إحنا نحتاج باختصار نحتاج حسب رأي خبراء ماليين نحتاج إلى أن يكون سعر النفط 70 دولار طيب يعني المواطن الآن يعرف المشكلة أنه الإرادات تعتمد على النفط لكن المفروض أنه يكون هناك استجواب أو حتى استضافة لوزير المالية هل تم حل الإشكالات بين البرلمان ووزير المالية؟ اليوم هناك تواقع وهناك مطالبات وفعلا أنه سيصير هذا الموضوع موضوع الاستضافة يعني مثل ما النواب يعرفون مثل ما مجلس النواب يعرف مثل ما الإعلاميين يعرفون الشعب أيضا من حقه أن يعرف ويطلع من خلال موثلي في مجلس النواب على ما هي يعني مدى تأثير خلينا نقول باختصار مدى تأثير وانعكاس الأزمة المالية على الوضع في البلاد اليوم هناك الأزمة كبيرة على مستوى العالم اشجد أثرت وطبعا بالتأكد الكل يدري وصلت للرواتب عندما يصل الحال أن الموضوع يوصل للرواتب وعدم القدرة على سداد الرواتب في وقتها المحدد هذا يشكل منعطف خطير ولذلك أنه يجب أن تكون هناك مكاشفة ويجب أن تكون هناك مصارحة ويجب أن يكون هناك اطلاع على خفايا الأمور فيما يتعلق بالأزمة المالية والخطة التي تعمل عليها الوزارة ووزارة المالية في تأمين الرواتب للفترة المقبلة وأيضا ما هي الخطة التي تضحها في زيادة الإرادات المالية لا يبقى فقط النفط لكن كان سؤالي لو سمحت لي كان سؤالي عن متى سوف يتم استضافة أو حتى استجواب وزير المالية لكن أعتذر منك لضيق الوقت انضم معنا أو عضو مجلس النواب حسن أخلاطي شكراً لكم معنا ترجمة نانسي قنقر